طيب يعني هذه المرحلة كانت بتشهد أفلام على الشاكلة اللي حضرتك أشرت إليها يمكن أفلام نقدر نقول إنها تقيلة شوية خاصة يعني أفلام الراحل صلاح أبو سيفي بعد كده حضرتك اتجهت إلى النوعية الأفلام الكوميدية شوية أو طغت على أعمال حضرتك شوية في تلك الفترة لا أنا ابتديت بعمل تراجد الأول ابتدينا كان القطاع العام بيتيح الفرصة لخريج المعهد إنهم يعملوا ثلاث أفلام ثلاث أجزاء تعامل قابلينا حاجة اسمها ثلاثة وجوه للحب وبعدين عملنا حاجة اسمها صور ممنوعة كانت أنا في الجزء الأول وأشرف فهمي ومذكور ثابت في الجزء التالي وبعدين أخرجت أول أعمالي الطويلة كان امرأة من القاهرة وكان آخر فيلمه أبيض وسود في تاريخ السينما المصرية عموة ليقرخ ليه كان آخر فيلم حتى أنا لما اتعرض كان كل الأفلام اللي جانب كانت مدونة فهو الوحيد اللي كان أبيض وسود وكتبهولي اللي استزح مبهجة الرحل الجميل العظيم ده كان فيلم تراجدي صريح وتجاربي وأنا مساعد مخرج كلها أعمال تراجدية وأفلام ليها ثقل كبير جدا لكن الحقيقة وأنا طالب في المعهد أنا بتذكر كان عندنا أسادزة بيجوا من أمريكا للسيناريو للإخراج وأيضا الأسادزة للمصريين الكبار جدا وأنا منقول من سنة أولى إلى سنة تانية فجأت إنهم شبه إجماع كده من الأسادزة دول بيقولولي إحنا بننصحك تتجه للفيلم الكوميدي أنا معرفتش ليه وما أدركتش ليه ساعتها فكان شيء فعلا بعيد عن تفكيري أو ذهني خالص ربما هم استنتجوا حاجة أو قدروا يقيموا موقع يعني شخصية قدامهم ارتبطها بالضحك بالسنس في ومر الإحساس بالفكاهة بالحاجات دي فبنوا وجهة نظرهم للموضوع ده ومنهم كان أستاذ الكبير أستاذ حلمي حليم الله يرحمه وقال لي روح ناحية الكوميديا أنا بنصحك بدا فبعد ما عملت مرأة من القاهرة أعدت سنتين بفكر إيه للتجربة القادمة لغاية ما أعملت أول فيلم كوميدي سنة تلاتة وسبعين كان اسمه في الصيف لازم نحب كتبهولي علي سالم الله يرحمه كتب المصرح الكبير طبعا ونزل الفيلم ونجح نجح صاحب جدا على مستوى الجماهيري والمستوى النقدي وقالوا ساعتها إن إحنا اكتسبنا مخرج للكوميديا بعد رحيل فاطين عبد الوهاب ومن ساعتها ارتبطت بالكوميديا لكن كان ما بين كل فترة والتانية بروح بقى الفيلم زي الحكم آخر الجلسة زي جلسة سرية انتبهوا يا أستاذة انتبهوا يا أستاذة برضو كان فيه نوع من الكوميديا وكان فيه نوع من السخرية من المجتمع لكن أنا عملت أفلام رومانسية عملت الفتى الشريغ لنور الشريف عملت أفلام عديدة لكن كانت بين مجموعة الأفلام الكوميديا اللي أنا بتريتها في الصيف لازم نحب واستمرت الرحلة مع عادل إمام وكان في بداياته وعملنا مع بعض 18 فيلم كان كنتوا بتشكلوا سنائي سنائي محمد عبدالعزيز وعادل إمام كان كل موسم دينا فيلمين على الأقل يعني والحمد لله كلها أفلام حققت نجاحات كبيرة جدا جدا وكانت يعني مراحل في صعودنا أنا وهو لغاية الحمد لله ما هو وصل لمرحلته العظيمة جدا اللي تبوق بيها على قمة الكوميديا شواء بالمسرح اشتركوا في القناة